أخبار العالم بوجيس من قناة الجزائر الدولية مرحبا بكم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبغون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول عددا من الملفات والعروض ووفقا لبيان الرئاسة الجزائرية فإن الاجتماع يتناول ملف الحصاد والدرس للموسم الحالي ومتابعة إنجاز صوامع تخزين الحبوب والمخطط الوطني للبذور الزيتية كما يتناول عروضا أخرى منها متابعة إنجاز محطات تحلية مياه البحر وتنفيذ البرنامج الاستعجالي لتدعيم تزويد بالماء الصالح للشرب بالإضافة إلى الوقوف على ظروف استقبال الجالية الجزائرية بالخارج على مستوى مختلف المراكز الحدودية خلال موسم الاستيافة جددت ممثلة الجزائر ردى منظمة حضر الأسلحة الكيميائية السفيرة سليم عبدالحق دعم بلادها للطلب الذي تقدمت به دولة فلسطين من أجل الحصول على المساعدة التقنية من منظمة حضر الأسلحة الكيميائية وكذا التحقيق في حوادث متعلقة باستخدام مواد كيميائية من طرف قوات الاحتلال الصيوني ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة وشاركت سليم عبدالحق في أشغال الدورة السادسة بعد المئة للمجلس التنفيذي المنعقدة خلال الفترة الممتدة من التاسع إلى الثاني يوليو الفين واربعة وعشرين بلاهاية الرئيس الأمريكية السابق دونالد ترامب قال اليوم الاثنين في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست بعد نجاته من محاولة الاغتيار السبت خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا كان يفترض أن يكون ميتاً مشيراً إلى أنها كانت تجربة سريالية أوضح مدير الهيدروجين الأخضر والطاقة البديلة بالجزائر رابح سلامي بأن مشروع إنجاز 3000 ميجاوات الذي تم الانطلاق فيه سيسمح ببلوغ نسبة 13% من الطاقة المتجددة بالنظام الكهربائي سلامي وفي تصريح للإذاعة الجزائرية ذكر بتصدير الجزائر لبرنامج لإنتاج وطني يصل إلى 1.2 مليون طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر يتم تصديره مباشرةً إلى السوق الأوروبية انطلاقاً من سنة 2040 نهاية وجيز إلى اللقاء